السلام عليكم الحبيبات ديالي كيداري اللي باس عليكم كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم جيبنا لكم واحد الخبار اللي هو مزيه وان غد يفرحكم كما فرحني اللي هو الرجوع ديال غزلان وعازير الزوج دياله بعد ما تدخلوا بزاف ديال الصحاب والحباب ما بيناتهم منهم زوج ميزا فلوك اللي كان عنده واحد الفاضل الكبير في ان المياه تعود المجاريها عموما القاضية ما كانت شي سهلة بزاف بما انه فيها العونف وان العازير كان فقد الاعصاب دياله ومدي الدوء على غزلان ولكن تحجمه مستحيل الله سبحانه وتعالى منك يكون باقي مكتاب لشي جوج انهم يعيشوا مع بعضهم فهو ما كيكملوه والمكتب ديال الله سبحانه وتعالى اللي كيتصرف فغزلان هنا يخدمت العقل دياله وحاولت ما امكان تصرف بكل عقلانية وحاولت تعطي الفرصة للزوج دياله ودارت بعض التنازلات وهو كذلك مادم بغيته ويرجع اذا حتى هو اندمن على اللي دار وتهوى دارت تنازلات هادشي اللي احنا يبغينا لان القضية فيها وليدات وفيها حب كبير وفيها عشرة من نسوشي الحب ليكن كيجمع ما بين غزلان وعزير وغير الشيطان دخل بيناتو موصف وفي الاخر انا كان قولهم يعني حاولوا ما امكان تحاولوا ما امكان تخليوا الحياة ديالكم الشخصية اكبر لان العين حق ومذكور احتف القرآن وبالنسبة الغزلان كان طلبوا مننا تزيد تفهم العازي الكتار والزيد تعضروا لانه عنده الضغوطات ديال الخدمة وزيد 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 وتعطيته والاعدار دياله وتحاول ما امكان اذا وقعت شي مشكلة بيناتهم تحاول تعود العائلة والفاميريا دياله والناس المؤقاء المقرر بين الخوت والاصدقاء هما اخر واحدين تعود لهم ماشي معنى ذلك انهم هما ممزيانينش لا ما قلت شي هيدا ولكن كتعرف ديك كتخرج الهادرة من الدار كتولي تنتشر وتكبر واحد طريقة اللي كتولي من بعد القال والقالوت كيتزاد الجنحين وكيتزاد الرجلين في الهادرة وهد شي هدا احنا ما بغيناه شي يا حبيبة ديالي وبغيناك ترجع لدارك وبغينا شملك يتلم وفي هذا النار هذا ان شاء الله كنقول لك مبروك والف مبروك حبيبة ديالي وان شاء الله ما نسمع تشي حاجة قبيحة في المستقبل عليك وعلى ولداتك وعلى الزوج ديالك السلام عليكم السلام عليكم